بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبيبي الطولات. طولات بريب وان. مع حصة جديدة من حصة ساينز مع مستر شريف الهواري يا رب دمان بخير. نهاردة ان شاء الله نتكلم عن نومبر ثري بارت نومبر تو. الجزء التاني من الدرس بتاعتنا ان اخدناها الحصة اللي فاتت. هنتكلم فيها عن يعني نهاردة ان شاء الله هنعرف بقى زي نفرق ما بين المواد عن طريق بتاعتها الخواص بتاعتها او الصفات بتاعتها يعني. طول يا مستر في نوعين من الصفات. في حاجة اسمها فيزيكال في حاجة اسمها كيميكال. تعالوا نشوف بقى ايه الفرق الاول ما بين الفيزيكال والكيميكال. او نبدأ بالفيزيكال على طول مع بعض. ونعرف ازاي نفرق اهو باي فيزيكال او باي فيزيكال او باي فيزيكال يعني يعني يا ولاد هي خواص للمادة. يعني نقدر اللي احنا نلاحظها ونقدر اللي احنا نقسها وبعد الحالة. تاني كده يعني تاني احنا مستر ايه هي 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 عبارة عن صفات يعني او خصائص لأي مادة. بنقدر اللي احنا نلاحظها زي لون شكل لطعم. حاجات زي كده. ونقدر ان احنا نحسبها او نقسها وبعد الحالة. طب تعالوا نعرف زي ايه عشان خاطر تمام امور واضحة يا ولاد. يبقى الدرسة بالنسبة لنا. من دون الفيزيكال هنتكلم عنها النهاردة. هنتكلم عن حاجة اسمها اللي هي معناها اللزوجة. هنعرف يعني دلوقتي. اللي هي معناها الكثافة. وحاجة اسمها اللي هي طبعا الغلايان. درجة الغلايان. وحاجة اسمها اللي هي اللون والطعم والرائحة. دوابان في المية. والهاردنس والالكتريكال كوندكتيفتي. وعندنا حاجة كمان اسمها كوندكتيفتي. يلا نمسك حاجة حاجة ونتكلم عنهم بالتفصيل. نبدأ اول حاجة يا ولاد اللي هي اللي احنا قلنا معناها بالعربي يعني اللي زوجة. صح? يعني يا مستر. يعني خاصية بتميز مين يا ولاد اللي هي بتوريك ازاي اللي تقاوم تقاوم حركة الاكسام فيها. لأ يعني يا مستر مش عمين. يعني مسلا لما ترمي كورة مسلا كده في آآ شوية مية وترميها في شوية كده هاني كده عسل. تقولي يا مستر في المية القورة دي ممكن تنزل اسرع. اما في العسل هتفضل شوية كده ايه? تدلع كده عمال ما تنزل صح? ايه يا بربع علي. هي دي الفيزكوزتي يركز كده. يعني اسمها. بتوصف. لأ بروح يبسل تاني كده. هي عمال عني يا ولاد يعني خاصية بتميز السوائل. خاصية بتميز مين? السوائل. ادي اول معلومة هي. ركز في الكلام. يبا دي بتميز مين? السوائل. بتوصف. يعني مقومتها. يعني السائل بيقدر يقوم ولا لأ? لصريان او حركة الاجسام فيها. طيب. تعالوا نشوف زي ايه? يعني اختلاف الزوجة ما بين المية. ادي الووتر هي طبعا مفحة جدا. وده الهاني اللي هو العسل. بصوا فرق اللي زوجة عامل زي ما بينهم يا ولاد. هنا هتفضل شوية المية في لحظة فضيتم خلاص. العسل هنا يفضل يعمل لك زي خيط كده صحبا ما ينزلوا بطيء. يبقى دمعا الفيسكوزتي يا ولاد. المية عندها للزوجة اقل. اكيد طبعا متفقين على الجملة دي. احنا سهل ان احنا نقلب المية عن العسل يا ولاد. طبعا. حط معلقة بقى كده وتعالى يقلب لي كده المية. هنتقلب عادي يا مسا بسهولة بحط شوية ملحة في المية بتقلبه في ثانية. لكن بقى تعالى كده حطيلي كده الليبلي كده شوية عسل. يدك هتتعب صح? دي ما بسبب ايه اولاد? تعالى نشت كده سؤال. آآ. يعني اربع كرات. ما لهم? سي بعض بالزبط. متشابه. مصنوعين من نفس المادة. يا ما تجيش تقول لي يا مسلا عصيش دي كرة حديد ودي كرة بلاستيك ودي. لا لا ثم كلهم طب وبعدين يعني يلا بقى كده يرميهم من نفس الارتفاع. فاربع سوائل مختلفة. يلا برضو من نفس الارتفاع. سبت الارتفاع. عشان ما جيش واحد يقول لي يا مسلا عصي انا رميتها هنا من قريب وانا هنا رميتها من بعيد. لا تعالى. كلهم فروم زا سيم. فروم زا سيم طبعا وواضح كده يا ولاد مين اللي عنده آآ لاوستي فسكاستي اقل اقل لزوجها هتقول لي يا مسلا اكيد نمبر ثري. عرفتي منين تقول لي عصلي بكرة يا مسلا ما قبلتش اي مفيش اي مقاومة قبلتها نزلت على طول صح? مش اي طبعا اه اكيد فيه اكيد فيه فيه اسمع الجملة دي وراكز فيها قوي. كل ما اللي زوجة تقل يبقى اكيد البضي اللي جوه اللي جوه اللي جوه اللي جوه ده يتحرك اسرع. اسمع? the movement of the objects through it becomes faster. والعكس. as the viscosity of liquid increase كل ما اللي زوجة تزيد زي نمبر فور ده. اللي يحصل بص كرة هنا ايان هارا بيندي مداريا مش قادرة تتحرك. اسمع كده? خلي بالك. as the viscosity of liquid increase the movement of objects through them uh sorry becomes slower. هتبقى ابطأ. كنا بقى ماشي بالعكس. the arrangement of liquids according to the viscosity. ايه طبعا يعني اقل حاجة من اقل حاجة يا مستر نمبر ثري. اقل الزوجة. كرة واقعت بسهولة جدا. من يجي وراها? one. من وراها? two. من وراها اكبر في الفيسكوستي هو طبعا نمبر four. يا رب يكون فهمنا الفيرست فيزيكال مين هي الفيرست فيزيكال بروبرتي كان لنا على الفيسكوستي اللي هي اللي زوجة. what about the second physical property يعني ازاي نفرق بين السوائل او بين المواد عن طريق الدينستي. خلاص هناك فرقنا بالفيسكوستي خلاص. عرفنا مين اللي عنده lower viscosity? ومين اللي عنده higher? وطبعوا الدينستي ياولاد. الدينستي بقى تعالوا نشوف مع بعض كده. دينستي is a physical property. بس اطلع بتاعتنا دايما. physical property. بداية definition. طب بتعمل ايه? used to distinguish between material that float on the water surface and sink in water. تاني كده. خاتلك شوية مواد كده شوية حديد على بلاستيك على خشب على فلين على الحس. ولمين في مية? رميتهم في المية تماما? مركز. والله اللي فوق has lower density than water. اخاف من المية. الدينستي بتاعته. اما اللي غصف المية دوت has higher a? has higher density. يبقى الدينستي عملت ايه? تقول يا مستر الدينستي كده فرقيت لي between lower density objects. هي المواد اللي كسافتها ولا يلا. like cork, like wood. صاح ياولاد? زي ما نشوفين في الصورة دي. قد الخشبة هوت? ولا cork في اللين? حتى لو wood. حتى لو ice. كل ده floats in water surface. لكن تلاقي بقى المتال like iron sink in water. طب. ده كده اكد عنده lower density. اما ده كده عنده higher higher density. شفتوا بقى الدينستي عملت ايه? يبقى الدينستي it is a physical property used used what? to distinguish between material that float on the water surface and those sink in water. واللي بيغوصو فين في المية. طب القعدة ايه? هي الرول بتاعتنا? اني the material has density less than density of water. يعني اللي عندهم دينستي اقل من المية. ما لهم? floats on each surface. يطفوا على سرعة. ومال انت يا ايرون يقول لك لا انا كده عندي دينستي higher than the دينستي of water. طب الدينستي of water كام? one gram per cubic centimeter. one gram per cubic centimeter. يعني كل كيوبيك سنتيمتر من الوطر من الوطر المز بتاعت one gram. يبقى ده ياولاد كده ايه? الدينستي. نكمل. اه تعال نشوف كده application difference in the density of cork and iron. ازاي نفرق ما بين الدينستي بتاعت الكورك والايرون. ممكن يقول لك في الانتحان. هتقول لك كورك has lower density than water. because it floats in water surface. while iron has higher density than water. لي? because it has greater density than the density of water. so it sink in water. يا رب نكون فهمين الكلام ده؟ طيب. تعالوا نشوف كده example. according to the opposite figure place mark smaller than bigger than or equal. طبعا تعالوا نشوف هنا كده. the density of the coin اكيد مستر الكون اكيد الكون ده greater than or bigger than the density of water. طب اكيد يا مستر دي فلوتسي بقى كده smaller smaller than. كده خلصنا how many properties? كلمنا يا مستر عن الفيسكوزتي وكلمنا عن الدانستي. what about the third physical property which is called melting point. يعني ايه melting point ياولاد يعني درجة ركز. ملت يعني ايه انصهار. اسمع كالدفينيشن ركز في فرق بين الملتينج process. ليه change of matter from solid state to liquid state. وما بيدي الملتينج point. اللي هي ايه? it is the temperature. at which state of matter. او state of substance start to change from solid liquid. يعني ايه? يعني هنا بستهدف temperature الدرجة. يعني كل substance ياولاد وليها الملتينج point بتاعتها. يعني ايه مستر. يعني كل substance بتنصهر عن درجة معينة. يعني تتحول من solid لليكويد عند درجة معينة. اكيد طبعا الغير 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 يبقى ايه هي الملتنج بوينت؟ طيب تعرفة نتكلم عن بتاعة الملتنج بوينت هنستفيد منها في ايه في حياتنا او هنطبقها في ايه في حياتنا ياولاد فمسلا عندنا الباتل بلوك اللي هو قالب من الزبنة كلنا طبعا عارفينه. طيب انت شايفينه في الصورة كده وعندنا حاجة اسمها الايروجيلشيت اللي هو ورقة بيسمه باسم الهلام الهواي دي مادة يا ولاد آآ مادة جديدة تم اكتشافها وتعتبر هي اقل لمادة صلبة كثافة. يعني في خلال مادة صلبة بس اقل لكثافة. والمادة دي يا ولاد تعتبر عازل حراري ويقول علي ان هي اكبر فاعلية كعازل حراري. طيب. يعني مادة اعتبر عازلة للحرارة. فتعال يعني طبعا مش هتتأثر بالحرارة بسهولة يعني نشوف كده يعني زبدة تسيح بسرعة وتنصير بسرعة بالحرارة. حتى بارتفاع درجة مين? آآ الحرارة. شايفين? شايفين المواد بتختلف عن بعضها ازاي? يعني نكمل. آآ طبعا زي ما هنسألين من شوية هي مادة شفافة بس عندها اقل الماتيريال. يعني تسعة وتسعين وتمالية من عشرة من مكوناتها تعتبر اواء. مش هكذا قلنا عليها مادة ايه? مادة عازلة يا ولاد. يا رب منكم فاهميني الكلام ده? خلي بالك معي. يعني خلي بالك معروفة حاليا. خلي بالك ده يا ولاد. يعني بتكون آآ آآ عازلة دائمة الحرارة. آآ 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 طبعا للفارو بتاع مين يا ولاد امانات القباشة. بعد درجة العزف هتا عاملة ازاي? طبعا آآ 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 طيب يلا نكمل طبعا زي الفارو بتاع اللي هو الدب القطبي اللي هو كان بيحمينه طبعا من الانكراط. كده خلصنا الفيزيكل خلصنا الفيزيكل كلمنا عن مين? كلمنا عن バイسكوزتي والدنستي. ويين الملتينج بوين؟ تولني كلم عن ال 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 الخواص الكيميائية. يعني يه اسمع كده؟ ماشي. تكمل. نắng بناتد test per är من اكمي براء blade leche sont Who 911 تقلiliśmy بتتآس في بعض الحالات اما الكيميكا البقى اسمع كده يعني بتحصل وبتظهر التغيرات الكيميائية دي او الخواص الكيميائية دي امتى تظهر لما يحصل تفاعل كيميائي لما يحصل تفاعل كيميائي ايه اللي يحصل يا مستر وده يغير في شكل وفي تركيب من يا ولاد ركز معي يعني في عندنا في اللاب في المدرسة فيه بيبر كده ورقة كده الورقة دي اسمها الليتمس بيبر الليتمس بيبر دي ورقة بيستخدمها يا ولاد اللي هي الأحماض والقواعد مواد كده كيميائية عندنا في المعمل فالورقة دي بيحصل فيها تغيرات كيميائية فتعالوا شو بيحصلين خلي بلك معي يعني المواد المختلفة بتأثر على إزاي؟ والله يعني عندي في المدرسة مثلا سلوشن كده اسمه أسد أسد زي اللامون مثلا زي الخلب لو أنا حطيت فيه الليتمس بيبر دي بيكون لونها في الغالب اللي في البداية بيتحول للون بتاحها طب هاتها بقى كده حطها مثلا في اللي هو عمجون السنين هلحطها مثلا في آآ أي مثلا اللي هي منظفات هيحصل إيه؟ تعالوا نشوف أول ما حطني الليتمس بيبر دي فيها اللون بتاحها هيتحول لمن يا ولاد شوهتوا بقى الفر حصل إيه؟ حصل تغيير الورقة حصل تغيير كيميائي فيها والدليل على كده تعالوا نشوف تاني اهو مواد بتحولها الريد و أخرى مواد تاني ما تأثرش طبعا حطها بقى في ميا و ملح كده مش يحصل حقيقا ميا أو ملح حاجة دي ما تأثرش نركز كده تغيير لون الليتمس بيبر في عصير الليمون يا ولاد طبعا و لونها فيه الثوث بيست بصوا الفرق حطت هاي شايفين في الليمون بقى لونها ايه؟ أحمره هو شايفين أما لما تحطت عليها الثوث بيست يا ولاد معجوني للأسنان اتحول لونها ايه يا ولاد البلو يا رب نكون فاهميني الكلامنا ممكن يجينا سؤال في الانتحان وكان فيه حسنة راجعة نزلتها كان من ضمنها برضو سؤال زي كده لمن جوز ترن ليتمس بيبر انتو ريد وايلد توث بيست شينج ايت انتو بلو يحوالها للون الأزرق تعالوا ناخد اجزامبل تاني على الكيميكال اللي هي يعني الوان مختلفة من الرواسب كلمة بريسيبتيت دي يعني راسب او راسب بريسيبتيت على حسب نوع الكاشف يعني في بعض المواد عندنا في المعمل بنستخدمها يعني كلمة يعني كاشف طب الكاشف دوت لما يتحط على مادة يكون راسب زي ما انتو شايفين كده ممكن الراسب ده يكون لون وايت يكون اللون اللي يلوش وايت ده يعتبر بقدر افرق بالها بين المواد وبعضها تعالوا نشوف اسمع كده طبعا أنا عندي محلولين ملهمش لون زي المية كده شفافين بس أنا اقدر استخدم استخدم كاشف تعالوا كده الكاشف ده يكون راسب زي ما انتو شايفين في الصورة وطبعا لحسب اللون اقدر اعرف المادة دي ايه والمادة دي ايه تعالوا نشوف كده يعني سائلين يعني ملهمش لون اضيف كاشف معين به يعني بيتكون راسب مختلف لكل واحد فيه طبعا انا مش مديكم تفاصيل عليها الكلام ده كده خلصنا واضح كده ان المواد بتختلف عن بعضها في الصفات طب هل دوت يفرق في الاستخدام اه طبعا تعالوا يعني يعني كل مادة اكيد بما اني لها صفة مميزة يا ولاد ملتينج بوينت عالية دينستي عالية دينستي قليلة اكيد هيكون لها استخدام تعالوا نشوف كده طبعا عندنا طبعا المواد دي بتختلف على حسب صفاتها او خصائصها زي ما انتو شايفين كده في الجدول ده تعالوا نشوف طيب انت يا هليم ايه صفاتك يقولك انا صفاتنا عندي أنا خفيف ده انا اخف من الهواء طب تعال يعني نكتدم في ملء البلونات يا ولاد ليه يعني مادة او غاز غير قابل للاشتعال تعال بقى نحطك في البلونات عشان تطير وتطلع بيها الفوق شفتوا بقى ايه دي استخدمنا ميزة او من الموايزات نايتروجين نايتروجين يعتبر نانميتال جاس طيب انت جاس نانميتال هنستخدمك في ايه لما روحوا كده مسافرين ولا حاجة دي باب يقولك انا هحط نايتروجين كده نايتروجين للعجل بتاع العربية بتاعي طب ليه يقولك اصلا هو نانميتال جاس غاز نانميتال يعني مش هيتأصل بالحرارة قوي تسمع كده مش هيتأصل بتغييرات الحرارة والله الجو بقى حر قوي على اسفلتي في الطريق بفروض الهواء العادي يزيد والضغط بتاع الهواء بيزيد في الطاير بتاع العربية اولاد فيحصل انفجار لا قدر الله لكن نايتروجين يقولك لا لا عادي حر بردي مش هيفرق معي تسمع كده مش هيتأثر بتغييرات الحرارة مش هيعمل كمان مع الربر لو الربر بتاع الطاير نفسه فالحمد لله الدنيا امان يلا نكمل السبكة سبكة السبكة 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 معروفة طبعا في الاواني الطهي اللي عندنا في البيت هي عبارة عن ايه هي عبارة عن يعني حديد مع كده مضافة طيب عن استعدامة في ايه يا مستر ادبات الطهي او ادبات الطهي او ادبات الطهي او او اواني الطهي يعني هياكل الطائرات الحربية والذي عارفينها طبعا طبعا لان هي بتكون سوري اخف من الالمونيوم سبيكة تخيل حطي لها الالمونيوم والتيتانيوم بقت خفيفة اسمع كده بتحافظ على صلابتها وقوتها حتى لو كانت الحرارة ايه يا ولاد حتى لو كانت الحرارة عالية شفتوا بقى كل متر او كل بتاعتها الخاصية بتاعتها او بتاعتها مثلا استخدام معين او في حاجة معين في كمان نوت كده السيليكون اذا متلويد ذات الالكتريستي أقل من المتال السيليكون اللي بيعملوا منه بقى الالكترونيات والحاجات دي الالكترونيكس زي الاجهزة المحمول والحاجات دي كلها يا ولاد والكمبيوتر واللابتوب وكده لقوا ان السيليكون ده الالكتريستي اقل من المتال لكن احسن عشان كده شرايح الكمبيوتر البردات يعني تاعت الكمبيوتر والحاجات دي يا ولاد لكن اقل من او افكر من المتال كده خلصنا الدرس بتاعنا بالكامل ان شاء الله نشوفكم على خير في الحصة اللي جاية بكرة ان شاء الله هنكمل او هنخلص بالكامل ان شاء الله نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته